بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم اما بعد. ان شاء الله رب العالمين معدنا النهاردة يا شباب مع الامتحان رقم تلاتة ورقم اربعة من كتاب المعاصر اللي هو اسمه ذا اجزام اللي هو في عشرين امتحان. عايز انبه عليك ان الامتحانات اللي اللي فاتت اللي هو الامتحان الاول والتاني محلولين على القناة وهتلاقي الرابط بتاعتهم تحت في الوصف. هتلاقي في الوصف رابط الفيديو الخاص بالامتحان الاول ورابط اه الكتروني تحل الامتحان زي ما انا بحله كده بالزبط. وكذلك الامتحان التاني والتالت وهتلاقي الرابع برضو نفس القصة. كل امتحان هينزل هتلاقي في الوصف رابط الامتحان الكتروني لو انت عايز تجرب. تعالوا نبدأ بسم الله في اول امتحان. في اول سؤال الشخص اللي بيسافر وبيشتغل فيه سفينة الفضاء الراجل باسمه رائد الفضاء. بين تردرس سام وعلم الفلك وترينر ده المدرب. يبقى اليجابة هنا رائد الفضاء. واحد من اهم ادوارنا. ان احنا نعلم الاطفال. اهمية. اللي اخبطة اللي ممكن تواجهك في السؤال ده ان هما الاربعة هنا دو جو تريت مي كلهم فعل. وطبيعة الحال اللي انها بعد الفعل بنستخدم زرف. فكان المفروض ان احنا نقول دو وال. الطبيعي ان احنا نفكر في دو وال. دو يعني يؤدي جيدا. ولكن انت بقى ممكن تقول لي برضو دو جود بس كلمة جود هنا هيكون معناها خير. يعني اهمية فعل الخير. الجملة اللي بعد كده. هو لم يكن لدي اي خيار اخر فليس من العدل ان تعبر عن اية لوم له يعني يعبر عن اللوم يعني يحضر يعني يضغط ومانا الصحافة يخترع بقول لك من الصعب على الشركات الصغيرة انها تعمل ايه في اه اه تجارة العالمية اكيد انها يعني يدير يعني ينافس يقدر وانكاريش يشجع طبعا اكيد بقول لك صعب للبيزنس الصغير ان هو يتنافس مع التجارة العالمية او المحلات الكبيرة يعني مثلا اللي بعدها هل تعتقد ان كل الناس سوف ايه من الكورونا بعد ما ياخد دو يعني يشفق او يعالج يعني يهرب يعني يكتشف يعني يهدر طبعا الجملة معناها هل تعتقد ان الناس سوف تشفى سوف تعافى من الكورونا بعد الدواء. as a result of the shortage of water. كنتيجة من نتائج اه نقص المياه. we should save water as much as we can. لازم نوفر المياه بقدر الممكن. عكس اه الانتنم بتاع كلمة save save يعني يوفر عكسها يهدر او يطلف اللي هي كلمة twist. improve يحسن increase يزود وكل يعني هادئ او يهدئ. she went on poured هي ركبة السفينة to see her son who came from France. طبعا اتعرف كلمة go on board يعني يركب سفينة او يركب طائرة. طيب هنا بيقول لك بقى الكلمة اللي بتساوي كلمة on board. من غير ما نبص في الاختيارات احنا عارفين اني on board بتساوي a board. اللي هي number d. يبقى on board. علامات بتساوي كلمة a board علامات برضو. za newly married couple. اخذ بالك ان الشرطة اللي في النص دي اسمها hyphen وهي لازم تبقى موجودة. زي نقول لما قبل يعني الاتنين الشباب اللي لسه متجوازين حديثا argue each other about financial issues. بيتجادلوا مع بعضهم البعض. يتجادل مع اسمه argue with. وانت عارف ان في argue for argue against. آآ argue for يعني يجادل لاجل شيء جيد وعايزوا يحصل. زي ما نقول مسلا argue for women's rights. يعني يجادل لاجل حقوق النساء. لان حقوق النساء اللي احنا عايزين هبتحصل. يعني عايزين ياخدوا حقوقهم. طب في مسلا عايزين يبنوه جنب بيتكو وانت بتجادل ضد الفكرة يعني عايز الحاجة دي ما تحصلش. لكن لما يكون في طرفين زي ما احنا شايفين قدامنا كده الاتنين بيتجادلوا مع بعضهم البعض. how your time during coronavirus partial look down. كيف ايه وقتك اثناء لما كان فيه اه حالة اه يعني طوارئ في كورونا فيروس. اه بيقول لك how use bent طبعا دي مش جملة خبرية اخرى عندنا استفهام فده سؤال. السؤال انا استفهام موجود معاك عايز فعلي مساعد بعدها. فهنستابع ديوق. طيب نشوف اللي بعدها number b. did use bent ما تنفعش برضو لان did لازم بعدها الفعل يكون في المصدر فكان المفروض نقول did use bent. رقم دي بدأها بفاعل احنا عايزين بتبدأ بفعل مساعد يبقى وانت عارف ان كلمة دي معناها جزئي. بعد كده ات ووز انت عارف ان كلمة ده ايديا من تحافظه مع مايه التام دايما. وعارف اخت الشقيقة اسمها it was only when it wasn't until. فانا هنا هاخد it was only when. it's very cold outside. الدنيا برا تلك. we heavy close. ركز في الجملة دي كوي عشان ما تلخبطش. انت في الجملة دي بتقول it is very cold. الدنيا برا برد. طيب فالمفروض نقول بقى اه اه we had to wear. ركز في الجملة دي لو احنا اخذنا had to wear ده معناها ان الجملة برماتي هموت. يعني ايه? امبارح بالامس احنا شعرنا بالبرد. كان المفروض نلبس جواكت امبارح. فكون من اخد هات تو. ولكن دلوقتي انت بتقول الدنيا برد فاحنا لازم نلبس جاكت. لازم نلبس يبقى must wear. اللي هي number b. وعايدك تعرف ان انت كان ممكن تستخدم حاجة تانية should have worn. يعني انت ممكن تقول it is very cold outside. we should have worn. يعني كان المفروض نلبس جواكت قبل ما نطلع من البيت. يبقى كده اصبحت الايجابة must wear. يعني يجب ان نرتدي. اللي بعدها we wish الاهلي the world football club for clubs next year. طبعا بقول لك ان احنا نتمنى ان الاهلي يشارك السنة المقبلة. يعني معنا كده ان الجملة دي بتعبر عن المستقبل. طيب بداية انت هتقول we wish اهلي آآ آآ could join عشان السنة المقبلة يعني could join ونكمل. طيب من لما نبسط في الاختيارات هنا اصلا ما فيش could join. عايزك تفهم انك ممكن تقول I wish مفعول to المصدر. اللي هي to join. to join number d. يبقى كده الجملة دي لها اختيارين اتنين الاولاني. ان احنا نقول we wish اهلي to join او we wish اهلي could join the world football club club for the clubs next year. الفكرة ان الجملة دي بتعبر عن مستقبل. لما احنا احنا عرفنا انها بتعبر عن مستقبل مش علشان next year لان ترجمتها بتعبر عن كده. فاحنا ممكن نختار to المصدر او نختار could والمصدر. I have not to send اول مرة روح هناك يبقى انا عمري ما روحت هناك. انا عمري ما روحت يبقى I have never and I have never been. وخبلك انك لازم تبدأ ب never الاول وبعدين been. اصلا انت عارف ان كلمة never دي زي not. فانت الطبيعي انه يقول I have not. او I have never. وبالتالي الاجابة number b. the meeting a my father was going was cancelled yesterday. انت عارف ان المفروض اصلا ان الجملة تكون my father was going to a meeting. وبالتالي هنا the meeting to which. طيب مش المفروض نحنا بنستخدم at which. انت بتقول at the meeting يعني في الاجتماع. لكن to the meeting يعني الى الاجتماع. والجملة معناها ان الاجتماع الذي كان ابي زاهبا اليه. باتوتش. the information needed for the project is in this fine. بدايةا كده ما ينفعش ان نستخدم معها اي فاصل. ما ينفعش اقول لك every the information ولا every zai. ده رقم واحد فاحنا نستخدم لان في فاصل. الحاجة التانية. ان كلمة بوث لازم يكون بعدها اسم جمع. وفعل جمع. وانت شايف ان اسم مفرد لا يعد عشان تاخد either zai information لازم تقول or zai مسلا data مسلا. فايدر عايزة or في النص وعايزة حاجة اسمين اتنين مفرد مع بعض. وبالتالي الجملة بالعربي كده معناها كل المعلومات المطلوبة موجودة في الفايل ده. يبقى all the information. وانت عارف ان اقول بعدها اسم مفرد. وبعدين فعلي مفرد اللي هي is. he has not that he can't live on his own. هو عنده ايه? لوقت ان هو ما ينفعش يعيش لوحده. او بمفرده يعني او على نفقات الخاصة. طيب بداية هنا في زت. وجود زت هيخليك استبعد وانف. وبالتالي احنا نستبعد لان ما فيش. الحاجة التانية انت بتكلم على money و money دي اسم مفرد لا يعد يعني ما ينفعش استخدم معاها. انت عارف ان الاسم اللازي لا يعد اختياراتك اللي انت محصول فيها much او little. طيب فبالتالي هنا ما ينفعش نفكر في كلمة فاحنا استبعد نرقم سي و دي. بقي معي سو little money وسو little آآ سو. اه ساتش little money وسو little money. انت عارف ان little ركز في دي كويس. little ومني وفيو وماتش. الاربعة دول باخد معاهم سو. فالاجابة هنا سو little money. اما الامتى ناخد ساتش? بناخد ساتش. اه لوت اوف. يبقى ولما تقرأ الاسئلة هتلاقي الدنيا واضحة والدنيا بتحكي عن ايه وتعرف الموضوع ورايح فين وقاي من اين. السؤال هيحدد لك الجزئيات اللي انت مطالب انك تركز عليها وانت بتقرأ في القطع. انا شخصيا عملت كده قبل ما اقرأ القطع دي. فحاول تعمل كده. يقول لي في القطع ده everyone has one hobby or another. كل واحد فينا عنده هواية او اكتر. of all hobbits. من بين كل الهوايات I do believe that reading is the simplest and most useful. اعتقد ان القراءة هي ابسط واكثر الهوايات فايدة. how can we increase the benefits of reading and make it easier? ازاي ممكن نزود من فوائد القراءة ونجعلها اكثر سهولة. I think that we should start a book club. اعتقد ان احنا لازم نبدأ نعمل نادي كتاب في المدارس السنوية وفي الجامعات. للطلاب اللي في الجامعة والمدارس السنوي. in our town في مدينتنا. we could read both Arabic and English books. ممكن نقرأ كتب سواء عربي او انجليزي. we could have meetings every week. ونعمل اجتماعات بقى كل اسبوع او كل اسبوعين في الصيف. and once a month during the school year. واثنين الدراسة نعمل اجتماع واحد بس في الشهر. here are the reasons for which I think we should have book clubs. انا هقول لك بقى الاسباب اللي احنا شيء ان احنا المفروض نعمل كتب او 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 نادي كتاب بسببها. first اول سبب. if we have a book club لو احنا عندنا نادي كتاب. it will encourage. سوف اده شجعنا. to read more. هي مين اللي هتشجعنا لقراءة. النادي الكتاب يبقيت عايزة 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 معروف ان لو الناس قروا كثيرا. they write bitter. بيكتبوا افضل. so this will help us in two ways. وده هيساعدنا في طريقتين. الطريقة الاورانية اا 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 او الاول سبب الثاني. we will develop some responsibility if we take to our next leading. the discussion. at meetings. ده هيساعدنا في ان احنا نتولأ اا ونتعلم المسئوليات وان احنا نكون اشخاص مسئولين. لانك انت هتاخد دورك في قيادة النادي ده فترة. انت هتكون مسئولة عن النادي فترة فهتبقى عندك روح القيادة. the leader will have to read the book carefully. فالقائد لازم يقرأ الكتاب بعناية عشان يبقى فاهم يدير الجلسة. thirdly السبب الثالث من اسباب اهمية نادي الكتب. discussing books will help us to overcome any shyness. منقشة الكتب دي هتساعدنا في ان احنا نتغلب على اي shyness اي خجل. everyone will have to say something. لانك انت عمرك ما تقعد ساكت في نادي الكتاب هتقول رأيك وهتكلم وهتناقش وهكذا. reading good books will be a better way to use our time than play computer games. قراءة الكتب هتكون افضل طريقة ان احنا نستخدم اا وقتنا افضل من ان احنا ننعب على العمل computer or reading comic books. don't you agree with me? انا تتفق معي? اول سؤال بقولي the best title. افضل عنوان ممكن نحطه للقطعة ديت. اول حاجة. يعني مزايا او فوائد الالتحاق بنادي الكتاب هي دي فعلا الاجابة. القراءة اصبحت بلا فائدة. الرجل عمالي شكر في القراءة. عيوب الالتحاق بنادي الكتاب ده هو عمال يقول لك اسباب انك انت لازم تلتحق يبقى دي برضو غلط. الناس لم يعدوا مهتمين بالقراءة عايزك ما تحكمش دماغك وما تمشيش بدماغك. الجملة دي منطقية ان الناس ما عادوش مهتمين بالقراءة فعلا. لكن هو ما حكاش على حاجة زي كده في القطعة. وفي القطعة ما يقول لك ان انت لما تلتحق بنادي الكتاب هتتغلب على الخجل وهيبقى عندك روح القيادة وهكده يبقى اجابة نمبر اي. الجملة التانية. what psychological effect does membership in book clubs have? ايه الاثر النفسي اللي الالتحاق بنادي الكتاب او العضوية دي هتسعبك. اه وهو الخجل ده مرض نفسي. وانت لما تشارك في نادي الكتاب هتقول رأيك فهيتغلب على حتى هو قال كده هنا اهو. شايف الموس بقول لك ايجابة نمبر ايه? السؤال نمبر اه تلاتة. according to the passage. وفقا للقطعة. the word overcome. كلمة overcome يتغلب على. معناها تيجي نترجم. معناها يستسلم. يعني يستسلم بتسويها. هو يتوقف عن او يقتل عن. يعني يهزم ولوز يعني يخسر فاكيد. ما انت هتتغلب على خجلك يعني هتهزم الخجل. الايجابة للسؤال اللي بعد كده. بعد ما قرأنا القطعة الجميلة دي. ايه نوع الكتب اللي يقارق المؤلف ده بيعتقد ان هي اقل اهمية. في حتة هنا كده ذكر فيها الكوميك بقول لك ايه? قراءة الكتب. اه هتخلينا اه هتكون طريقة جيدة. زي بدل ما نلعب الكمبيوتر. او ان احنا نقرأ كتب كوميديا طول النهار والقص ملاش اي ستي اللازمة. فهو شايف ان الكوميك بوكس ملاش لازمة. السؤال بقول لك بعد ما قرأنا القطعة. ايه نوع الكتب اللي هو شايف ان هي يبقى الكوميك بوكس اكيد. السؤال بعد كده رقم واحد وعشرين. ايه اللي ممكن يحصل لو الناس قرأوا كثيرا? زي هيلتحقوا بينادوا الكتاب لقد هم بيلتحقوا عشان يقرأوا. زي هي دي الاجابة فعلا عشان كده هو الفعلا هنا في القطعة. ايه حتى قال لك ايه? اه. بقول لك ايه الكاتب بيعتقد ان ان نادك كتاب بيشجع القراءة. اه. وكمان بيتغلب على الامراض النفسية زي الخجل. هنا ان كتب بيوزع الكتب. قول لي ان القراء يجب ان يقرأوا كتبا فقط. ايه يبقى فعلا الاجابة ان الكاتب ده شايف ان الكتب او نادك كتاب بيشجع على القراءة. اه بعد كده رقم ثلاثة عشرين. بيقول لك هي طريقة جيدة لقضاء اه وقت الفراغ. اكيد القراءة عمال يحكي منساتها عنها اللي هي طبعا القتال والمشاجرة الجدال او عدم الاتفاق ميتنجس اللي اجتماعات. بعد كده بيقول لك في رقم ثلاثة عشرين البريغراف deals with البريغراف الاولاني. اللي هو ده. بتعامل مع ايه? بقول لك ان اه كل واحد ليه هواية ومن بين الهوايات انا واعتقدني القراءة افضل واحدة وابسطهم. ايه زي ممكن نزوب من منافع القراءة وازي نخليها افضل. يبقى هو بتكلم عن هنا عن ايه? زي مكانش لسه جاب سيرة الفوائد انك تقرأ وانتقعد لوحدك هو ما حكاش اصنع عن قراءة لوحدك. فيه هوايات كتير افضل من القراءة ده هو بيشكر في القراءة. هي دي نمبر دي مزايا القراءة. حتى وقالك هنا. يبقى نمبر دي. القطعة التانية بقول لك انا واحد من اولئك الذين يعتقدون ان احنا المفروض ما نصرفش فلوس كتير على استكشاف الفضاء ودراس الفضاء. مش قصدي في الكلام ده. انا يا جماعة مش معترض على دراسة الفضاء. هو بقول كده. بالتأكيد. بقول لك انا يا جماعة معاكم اينا احنا لازم ندرس الفضاء وكده بس المفروض نركز شوية في المجالات التانية مش كل الفلوس تروح للفضاء. انا شايف ان احنا في اماكن اكثر اهمية واكثر ربحا لنا ان مفروض ندرسها. بنصرف بلايين الدولارات على دراسة الشمس والنجوم البعيد. مفروض نبطل الهبل ده. وندرس المحيطات بدلا من اللي احنا بنعمل ده. لان المحيطات دي بتغطي سبعين في المياه من الارض. اللي هو علم دراسة المحيطات. اهم من دراسة العلوم الفضاء. لانها بتدرس عمليات بتأثر على حياتنا في شكل مباشر. عايزها في المثال. كل سنة بنرمي اه اطنان من الزبالة في اه في المحيطات كل سنة. الناس اللي متخصصين في دراسة المحيطات الحاجات دي لما نرم الزبالة في المياه فالناس اللي متخصصين في دراسة المحيطات هيعرفونا انها بتضر الحياة البحرية. وانده بتأثر كمان على كيمياء البحر وعلى اللي هي مقصوب بها حركة المياه. اللي هي مقصوب بها طيارات الهواء. اللي طيارات المياه. اللي متكرنت هنا معناها طيار مياه. ذات اللي بتأثر على المناخ. احنا عارفين ان في جزاء مختلفة من البحار. في اشكال مميزة للحياة. في كمان اشياء حقيقة ما بتعتمدش على الشمس عشان تخب منها طاقة. ممكن ندرسهم ونستفيد منهم حاجة مفيدة احسن من الفضاء. في مساحات شاسعة من المحيطات في اعمق الاماكن. اخب بالك عشان على سؤال. دي الاماكن الاعمق ما يكون اللي هي اصلا غير مستكشفة الى ستك من النجوم بقى وبطل دراسة النجوم ويدرسوا الحاجات دي. يعني هو بيوصينا ان احنا نروح اللي هما بيسموها ديب. القطعة دي بتحكي بشكل اساسي عنه. ان دراسة الفضاء مضيعة للوقت. او عد اختارها وتجري لازم تكمل عشان تشوفوا البقاء. هو فعلا حكالنا عن ان دراسة الفضاء ده هو شايف ان هي مضيعة للوقت والمال كمان. هو دراقي المؤلف. لان بيقولك ان احنا يا جماعة مش معترضين على دراسة الفضاء. ولكن المحيطات اكثر اهمية. طب ليه ما ناخدش رقم ايه بس? رقم ايه دي كان ممكن ناخدها لو هو ما كانش يذكر المحيطات وان احنا رازم ندرسها ونتخلى شوية عن دراسة الفضاء. يبقى لجابة نمبر بي. السؤال التاني. لو احنا دراسنا المحيطات تعالى بقى. ممكن نستكشف اكتر عن حياة الحياة البحرية. اه حتى هو قال لك ان في مخلوقات ما بتعتمدش على على الشمس فاحنا لازم ندرسها. طب التانية ممكن نلوس البيئة لو درسنا المحيطات هنلوس البيئة ده احنا هندرسها عشان نحافظ على البيئة. هنبقى مميزين. طبعا الاجابة اللي احنا اخترناها رقم ايه. اه. ايه المناطق? المناطق اللي في البحار اللي المؤلف ده شايف ان احنا بفرض ندرسها هو قال لك هنا ديبست ووتر اللي احنا بنسميها ديب اربطوا المصطلحين دول ببعض. دي مقصوب بها ديبست ووتر. بعد كده اللي هما الناس الباحثين اللي ديسو. المحيطات بروسس. بروسسزات ديريكتلي افيكت اور لايف. بقولك ان دول اللي هما علم دراسة المحيطات بيبحث في العمليات اللي بتؤثر على حياتنا بشكل مباشر. ولا كيميستري اف سيز كيمياء البحار ووتر النجوم والمياه العميقة طبعا اكيد مدام فيها النجوم يبقى مش معنا العملات التي لا تؤثر على حياتنا لأ هو بيدرس العمليات اللي هي تؤثر بشكل مباشر على حياتنا. طب سؤال احنا ليه ما ناخدش هنا في الجملة دي? هو ما قالكش ان هما بدرسوا كيمياء البحار. هو قالك في الجملة هنا يعني بيعرفونا تأثير التلوس على الحياة البحرية وعلى كيمياء البحار. طيب العمليات اللي بتأثر بشكل مباشر على حياتنا زي ما هو اذكر التلوس ما احنا لما نرمي تلوء حاجات ملوثات في المية بتموت السمك فده بيأثر حياتنا. ده دور بعد كده رقم اه احنا ممكن نستكشف من كلمات الكاتب ان يعني فيه فلوس كتيرة بتنفق على دراسة المحيطات ما قالش كده ده لك احنا المفروض نركز فيها. فيه ابحاث كتيرة بتتم على ما قالش كده لكن الابحاث كلها رايحة للفضاء لازم نركز مع المارين. يعني دراسة الفضاء اكثر اهمية هو ما قالش كده هو معترض على دراسة الفضاء ان احنا بنكتر فيها وسيبينيه الحياة البحرية يبقى اكيد السؤال رقم تلاتين. ايه من دول هي النقطة المقارنة اللي الكاتب بيكتب عنها. دراسة المحيطات اكثر ربحا واكثر اهمية من الفضاء ايوه فعلا هو يقول لك ان دراسة المحيطات بتكون مهمة زي الفضاء ولا الفضاء بيكون اكثر من المحيطات ولا الفضاء بيكون مهم زي النجوم. طبعا رقم دي دي مستمعها تماما. رقم الفضاء اكثر اهمية من المحيطات قالك لا احنا لازم نسيب الفضاء وندلس المحيطات يبقى فعلا رقم ايه طيب هو يقول لك ان احنا نكشف نستكشف الفضاء وهو مش معترض ولكن ده مش مفيد للبشرية زي البحار. بعد كده رقم تلاتين. اخر بريغراف بتعامل مع ايه? اللي هو ده زر ار افن لينك سينجس ذات دون تبيند اون زا سن يقول لك ان في مخلوقات بحرية ما بتعتمدش على الشمس على الشمس كمصدر للطاقة. لازم ندرس الحاجات دي كويس ونستفيد منها وفي آآ في مساحات كبيرة من المحطات خصوصا في الاماكنة العميقة اللي بتكون غير مستشفة دي اللي احنا اللي مفروض ندرسها ونبحث فيها مش اللي نقوم. بقول لك بقى البريغراف الاخير ده بتعامل مع طب بتكلم عن استكشاف الفضاء ده ملوش لازمة ما جابش سرطة الفضاء ما جابش سرطها وكان بتكلم عليها بالبريغراف القبل دي استكشاف نحن نوفر فلوس ليجابة فعلا ان احنا لازم ندرس الحياة البحرية المختلفة. يبقى نمبر اي اللي صح. طيب نمبر سيرتي تو. تتبسش وفقا للقطعة الكاتب بيدعم وبيؤيد استكشاف الفضاء آآ بسبب انه هو ليه فوائد انا شاهد في دي لكن معترضة لحتة فوائده دي. فهنختارها لحد ما نشوف البقية. ده ان هو العلم دراسة المحيطات هو الحل الامثل لمشاكل الانسان على الارض ان الكاتب لا يرفض تماما استكشاف الفضاء يبقى دي رقم سي اللي صح. لأ طبعا يبقى هو بيقول لك ان رقم سي بيقول لك ان وفقا للقطعة الكاتب مش معترض مش رافض استكشاف الفضاء تماما هو شايف ان احنا يستكشف الفضاء بس ما نصرفش عليه فلوس كتير. القطعة للترجمة. طبعا الاجابة الصحة في اذا ما احنا متفقين بنعمل دايما هي نمبر آآ عندما تشتري طعاما فلتشتريه من مطعم الموثوق به حيث ما تستطيع ان تثق ان طعامك سيكون لذيذ وصحي. الاولى ليه غلط? الاولى غلط لانه عندما اشتريت طعاما هو في الجملة يقول لك يشتري مضارع وهنا عملها ماضي. طب رقم با بقول لك هنا لكي تستطيع ان تتأكد ان طعامك سيكون حسن المظهر. حسن مظهر لمس بدلة مسلا فطبعا نمبر بي غلط. طب نمبر دي. بقول لك هنا تزق ان طعامك سيكون متميز وصحي. هو قال لك هنا لذيذ وصحي. مش متميز. يبقى الاجابة نمبر سي. اربعة وتلاتين. الاجابة في اربعة وتلاتين الصحيحة هي نمبر بي. اللي هي يتفق معظم الناس انه لو لدي مكانه مثل المنزل فهو اكثر من كونه مكانه للاقامة فيه. فهو جزء من حياة الفرد وشخصياته. البقين دول سريعا كده الاولانية. يتفق معظم الناس انه يوجد مكان مثل الوطن. هو في الجملة قال لك. خد بالك نود رفض يعني ليس هناك يبقى القولة دي. يوجد دي غلط. طب اللي بعدها برضو ان يوجد برضو غلط. ودائما يوجد برضو غلط. يبقى كلهم غلط عشان يوجد ثانيا في هنا مكان متحية فيه مشكلة يبقى المشكلة في دول كلهم يوجد. بعد كده رقم آآ خمسة وتراتين. الاجابة في خمسة وتراتين طبعا زي ما احنا متفققين وبنعمل كل مرة نمبر دي. كده المهم. الاولى دي غلط ليه? لقى رقم ايه? بقول لك هنا المفروض هو في الجملة قال لك الاحتباس الحراري. ما اسموش جلوبال. اسمه جلوبال نقصة. انا شخصيا شايف ان احنا مفروض نقول مش فور في كل الجمل بس هو اقول لهم عاملها فور. المفروض بيقول لك يعني عقدة. المفروض ان المؤتمرات عقدت. مش عقدت. فدي كده مبنية للمعلوم وده غلط. ورقم برضو مبنية للمعلوم وده غلط. لكن ننتبه كده في رقم دي اللي خدناها. يعني عقدات المبني المجهول يبقى الايجابة نمبر دي. ستة تلاتين الايجابة الصحيحة برضو نمبر دي. طيب رقم ايه اعتراضك عليها? رقم ايه اعتراضنا عليها ان نقول لك نفس المعنى يعني دي صح برضو. مش فورس يعني يجبر. هو قال لك هنا تواجه مش تجبر. يبقى القولة غلط. نمبر بي. اه رقم بي يا شباب مش فكر شفتها لا لان فصل. اه هنا خطأ في كنتيننت. كنتيننت يعني قرر. هو في الجملة هنا قال لك تواجه بلدنا. يعني مفروض هنا بدل كنتيننت قال لك مسلا آآ مش كنتيننت. طب نمبر سي الخطأ فيها برضو كان بيقول لك تستدعم. هو ما قال لكش تدعم. قال لك تواجه مش مش تدعم. غير كده ان هو قال لك هنا وتحاول المفروض هو قال لك يبقى الاجابة هنا نمبر دي اللي صح. طب سبعة ثلاثين. ايه الجملة اللي له ترقيم صحيح في دول? اول واحدة. المفروض ان الجملة بدأ برابط ولا حافظ يا مستر زي اسمي اي جملة تبدأ برابط فاحنا عايزين في نص الجملة كما. فدي بدأ فيها سيمي كولون فغلط. فيها نقطة فغلط. فيها كما يبقى الاجابة نمبر سي اللي صح. طيب الجملة اللي بعد كده. احنا حافظنا السؤال ده ايه تهارينا السؤال ده? قصة يعني على طول. يعني ايه من دول اللي بيجي بين الجمل اللي هي بتكون مستقلة من حس القواعد. يعني مستقلة من حس القواعد. فها فعل وكده وكده مكملات. ولا ولا كما ولا هايفن. اكيد الكما. بس انا حاجزك تفتكر معي مسال سريع كده. اكتب كده معي. كما. او مسلا. لو انت فكر في اللي انا قلته بالعرب لان انا قلت لك قلت لك بعد الكما قلت لك في الجملة التانية دي احنا ربطناها بالجملة الاونية بكما. يبقى كده احنا اخترنا هنا الكما. عشان تدخل الاكون بتاعك. يعني تفتح الايميل بتاعك يعني. انت محتاج الباسورد. كلمة السر وايه تاني? ولا التايتل ولا الادرس ولا السيفي. انا عايز افتح الايميل بتاعي. فانا محتاج حاجتين اتنين. كلمة السر واليوزرني. يبقى انت كده محتاج يوزرنيم. وبكده يبقى خلصنا الامتحان ده. الحمد لله رب العالمين. وبكده اربعين من اربعين. وخلصنا الحمد لله ما فيهش اي مشكلة ما في الاخطاء صفر من اربعين. اه ان شاء الله رب العالمين تستنوا مني النهار ده برضو الامتحان التاني. عشان يبقى احنا حللنا امتحانيين على العهد والعهد زي ما احنا اتفقنا. قبل ما تمشي يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو. قريت تعرف زمالك على الفيديوهات عشان يسمعوها. اعمل حسابك انك علم غيرك لتعلم. واحسن الظن كده ما تكونش غلبوس وتسمع الفيديو. وما تعرفش زمالك عشان يبقى انت شاطر وهما لأ. خليت كده يعني عندك يقين في الله واعرف الناس عشان رب النساحة تعالى يفهمك اللي انت مش فهمه. استنوني في الفيديو التاني. وان شاء الله ما فيش فيديو هيعلدي التلاتين دقيقة. يعني عارفك انت مش هتضيع اكتر من ساعة في الانجليزي لي من دول. السلام عليكم وعلى الله وبركاته.